ليست المرة الأولى التي نتناول فيها المساعدات الأمامية التي توزع على اللاجئين السوريين في لبنان وليس خافيا على أحد أن أعدادا كبيرة من اللاجئين لا تصلهم تلك المساعدات أو تم فصلهم لأسباب يجهلونها وهم بأمس الحاجة لها في بلد مضيف لم يعد بإمكانه أن يوفر لهم أدنى حقوق العيش الوضع الذي نحن فيه السوريين نحن في حالتنا صعبة كثير والأمام التي تدور علينا ولا تطلع فينا ونحن نحن نحن نساعدون لكن موضوعنا اليوم هدفه وجهة جديدة لتلك المساعدات والتي بحسب بعض شهود العيان يستفيد منها السوريون في سوريا فكيف يكون ذلك؟ السوريون تركوا لبنان منذ أشهر أو سنوات يأتون فقط لاستلام المساعدات ويعودون أدراجهم وكأن شيئا لم يكن فيما بعض لاجئي لبنان يتوسلون المسؤولين لإعادة النظر بملفاتهم والرأفة بحالتهم جئين عبر المفوضية على الورقة الأمام فبقى بيجوا هنا ويكونوا معهم مسلمون للكرت الصراف الآلي يأبضون من السبر ماركيت حي الله من أرابينو أو بيأبضون من الصراف الآلي وبيحاولون لإعادة سوريا في حال إذا صار فيه بس مطعين بيجي تهريب وبيأخذوا ونحن قاعدين هنا لا عم نأخذوا لشي صلي سبع سنين أنا مسجل لدى المفوضية ما أخذ شيء نهائيا بيعرفوا هالشي هنا بيعرفوا أنه في عالم راحط على سوريا والسادة عم تأخذ من جهتها نفت المفوضية السامية في اتصال معها وجود معلومات لديها حول هذه القضية وأكدت بأنها تقوم بشكل متواصل بإعادة دراسة الملفات من خلال الأحصائيات والرصد والتطقيق لواقع المخيمات وسكانها فيما اللاجئون بمعظمهم يعرفون الحقيقة المرة ومنهم من اشتكوا وأبرز أسماء وأرقام المستفيدين تقريبا من أكتر من سنة قمت بجمع عدة أسماء كعينة هي للناس المتواجدين بسوريا عم يقبضوا المساعدات في أشخاص أنا بعرفهم في أشخاص تانيين كمان هن بيعرفوهم عطونا إياهم جمعنا الأسماء كلها نحنا اللي منعرفهم قدمناهم عبر المفوضية لقسم الحماية قدمناهم لموظفي أسما سامار ولنورير بقسم الحماية نحنا قدمناهم إياهم وعلى أساس أنهم يعيدوا النظر فيهم ويرجعوا يعملون مقابلات ولكن ولك أنه حكيت أي حدا إن المساعدات الأممية باختلاف أشكالها إن وصلت لا تصل إلى كل اللاجئين بالطريقة نفسها لأن إمكانيات المفوضية وشركائها محدودة ومخصصة فقط لمن هم مقيمون في لبنان أما من هم في سوريا فالمنظمات الإغاثية الموجودة هناك هي من يجب أن تتكفل بهم ولذلك لا بد من وضع حد لهذا الإنفلات كي تصل المساعدات إلى مستحقها Elena Buna Mimrat, Orient News, البقاء